اهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الاهلي ونشوف مع بعض المحتوى اللي موجود في صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة اول حاجة معي الحساب الرسمي للأهرام وبيتكلمه على المسحة الطبية حساب الرسمي للأهرام على تويتر نشر ان الاهلي يعلن سلبية المسحة الطبية لعبدالقادر وكوكا وياسر ابراهيم بص يا جماعة قبل ما ادخل في التفاصيل كل يوم بتتعمل مسحة زي ما كنت باشرح من شوية واحنا بتتكلم على اخبار الاهلي لكن مهم جدا المسحة لما بتتعمل بيعدي يوم او 48 ساعة وبتعمل مسحة طبية تانية عشان تطمئنه وتشوف الحالة سلبية والعيجابية الحمد لله النهاردة كان المسحة لعبدالقادر واحمد نبيل كوكا وياسر ابراهيم سلبية بقره يكون فيه فحوصات طبية ليهم قبل ما ينزلوا المران لكن ده شيء جيد ان الحمد لله يمكن مع التطعيم مع جهزية اللعيبة كمان والحالة البدنية الحمد لله جيدة فبتبقى الاصابة الحمد لله بسيطة وبيبقى اللعيبة جاهز والمسحة بتطلع سلبية في ظرف 24 ساعة او 48 ساعة وزيون شايفين قدامها على الشاشة دي صورة لأحمد عبدالقادر على حساب والرسمة على الانستجرام نشرها النهاردة وكتب الحمد لله سلبي او سلبي الحمد لله وده كانت نتيجة العينة او نتيجة المسحة الطبية اللي اجراها النهاردة قبل ما يروح التدريبات عمل المسحة طلعت سلبية بكرة يكون فيه فحص طب ليه قبل ما ينزل المران اجراءات احترازية مشددة بيعملها دكتور رحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي وطبيب الفريق خلال هذه المرحلة اللي احنا كلنا شايفين في العالم كله سواء في البطولة الافريقية او في الدوريات الاوروبية الموضوع صعب جدا بسبب انتشار الفيروس بشكل كبير نتمنى يا رب بإذن الله تعدي الفترة دي على خير لان بصراحة محتاجين بقى نرجع زي الاول سواء في مباريات الكورة او في حياتنا الطبيعية لان الموضوع بصراحة بقى زاد عن الحد وفقد ناس غالي علينا جدا خلال الفترة الاخيرة وان شاء الله اللي جاي بإذن الله هيكون افضل وما نفقدش حد تاني وان شاء الله بإذن الله تعدي الغمة دي على خير نروح نشوف كمان ايه لي معنا في تريند الاهلي والوطن سبورت بيتكلموا عن فترة انتقالات وتعاقدات بس بقى لعيب من عن الاهلي هيطلع اعارة الفترة اللي جاية الوطن سبورت بيقولوا مسماني يفاجئ طاهر محمد طاهر بالقرار الاخير لرحيله عن الاهلي هما بيقولوا ان على حسب عهدة الوطن سبورت ان مصدر في الاهلي قال ان النادي تلقى عروض رسمية من عدد من قندية الدوري لاستعارة طاهر محمد طاهر لمدة 6 شهور خلال الفترة المتبقية من عمر منافسات الدوري العام لكن مسماني رفض بشكل نهائي التفريط في خدمات اللعب وقال انه هو عايز طاهر محمد طاهر خلال الفترة اللي جاية لانه هيدفع به في المباراة اللي جاية تبقى للرؤية الفنية انا عايز اأكد لكم فكرة ان اللعب اللي تطلع اعارة الفترة الحالية فكرة غير وردة على الاطلاق لا من بيت سموسيماني ولا من لجمة التخطيط ولا من الادارة لان انت لسه مقبل على منافسات قوية جدا وما تنسوش ان في قايمة بتتحضر الفترة الجاية يوم 3 فبراير عشان كسر عالم للاندية اللعب اللي بتتكلم عليها دلوقتي ان انت بتفكر في اعارتها ممكن اصلا يوم 3 فبراير ما يكونش متاح لك الا الاسامي دي فهتبقى موجودة معاك في كاس العالم للاندية فبالتالي فكرة اعارة لاعب في الفترة الحالية غير وردة لان انت عندك لسه كاس عالم اندية لسه عندك مشكلة في مسألة القايمة اللي هتلعب معاك البطولة بسبب التداخل والتزامن الموعيد كاس الامم مع كاس عالم اندية لسه عندك مشوار تقول في الدوري وهترجع من كل ده وعندك 6 مباريات في دورة عبطان افريقيا في اقل من شهر ونص فالناس بس يعني تبص على الاجندة قبل ما تفكر في مسألة مين طلق اعارة مين بيتسو مش عايزو لسه الكلام كتير قوي خلال الفترة اللي جاية او لسه المباريات كتير الفترة اللي جاية نروح ليه المصر الرياضي وحسابها الرسمي على توييتر مفاجأة انا بالنسبة لي بصراحة بان عنوان الخبر بالنسبة لي انا مش فاهمه وغريب جدا بيقولك بعد اصابة بنون الاهل يسعى لضم مدافع سوبر في يناير اللاعب لسه في الكاميرون يعني ان بارح شوفنا كلنا بدر بنوني الحمد لله في الملعب بيهني زميله بعد فوز المغرب بالامس على غانا بهدف مقابل لشيء فبالتالي فكرة انه عنده كورونا الحمد لله ثبت انه هو مفيش كورونا لكن عارفين بقى بعد فترة الكورونا بيحتاج راحة والمضاعفات والكلام ده فلسه هنطمئن عليه بعد اجراء الفحوصات الطبية لكن فكرة انه لسه اللاعب منزلش القاهرة ولسه ما عملش فحوصات طبية والصحف او المواقع تطلع عنوين ان بعد اصابة بنون الاهل يسعى لضم مدافع جزيز الفترة اللي جاية اولا يعني منطقيا غير صحيح يعني منطقيا صعب جدا تستقبل خبر بالمعنى ده كمان معنويا ازاي اصلا يجي لك قلب انك تكتب خبر تقول ان اللاعب لسه ما عملش فحوصات ان الاهل على طول هيجي مدافع مكانه اللاعب لما يقرى خبر زي ده هو لسه ما نزلش القاهرة الاثر بتاعه ايه وبعدين اللي كتب الخبر هو عرف اصلا الفحوصات الطبية اللي هيعملها لسه مادر بنون اصفرت عن ايه عشان على اصول خد القرار قبل الاهل ما يعمل الفحوصات ياخد القرار فيه اخبار بكده بحس ان هي يعني مش معمولة يعني مش للمصدقية مع الناس او ان هو يكتب خبر من اجل اجتهاد معين لا بحس ان الخبر كده لأهداف تانية وللأسف ما بتبقاش اهداف كويسة الاخبار اللي زي دي انا من نوعية الناس اللي محبش الاخبار اللي زي دي ولا حتى القارئ ولا المشاهد ولا المستمع ان الاخبار دي مش رايحة في امر فني رايحة في امر لعلاقة بالامور الطبية وبتبقاش كويسة ومهنيا كمان ما بتبقاش مقبولة نروح لاخر حاجة معايا في تريند الاهلي وبوابة الاهرام بتتكلم على رؤية فنية في مسألة ان الاهلي بيقترب من ضم مدافع البنك الاهلي خلال الفترة اللي جاية لكن هنا الاهرام بيتكلموا على فكرة ان الاهلي اصلا خلال الفترة الاخيرة كان بيحاول يسعى لضم مدافع جديد في الفترة اللي جاية لكن في السياك الخبر ما جابوه السريد بقى اصل بدر بنوم مصاب فالاهلي بيفكر في ضم مدافع الفترة جاية لا بيتكلموا على ان فيه اصلا تفكير من قبل انتقالات يناير أنه فيه ده تعييم لهذا المركز في الفترة اللي جاء لكن عموما النادي الأهل لم يعلن أي شيء ومفاوضات الأهل مع مدافع البنك الأهلي اللي هو أحمد ياسين حتى هذه اللحظة غير مؤكدة والنادي الأهل لم يعلن أي شيء واللعب نفسه ونادي البنك الأهلي لم يؤكد صحة هذه الأخبار ده كانت أخبار خاصة بـ تريند الأهلي وآخر المستجدات داخل الأهلي قبل مباريات تكأس الربط أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف بقى تريند أمم إفريقيا ونشوف الاستعدادات لمباراة ناجيريا بعد أقل من حوالي نصف ساعة مباراة مهمة جداً على الفرعينة أمام النصور الناجيرية